بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن نعيش في بركات صلح ومعاهدة الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام لما أمن هذه الجبهة العنيفة جدا والمشتعلة والمتحركة هي جبهة قريش في الجنوب تفرغ صلى الله عليه وسلم للعدوين الآخرين الذين يريدان أن يدمروا هذه الدويل الإسلامية والذين ينكران هذا الوحي ويحاولان بكل ما أوتوا من مال وقوة لصد الناس عنه وهما قبائل نجد الوثنية وخيبر معقل اليهود الرئيسي والأساسي وعاصمة اليهود في الجزيرة العربية أو في الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام سمع وعلم وهذا لم يتوقف من قبل وهو ما أن خيبر تكيد للمسلمين وتريد أن تجمع قبائل العرب مرة أخرى على قتال المسلمين بعدما علمت أنهم استطاعوا أن يوقفوا الحرب بينهم وبين قريش وحاولوا أيضا مع قريش أن ينقضوا هذه المعاهدة ولكن هذا الأمر كان متعذر جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بضعة سرايا إلى قبائل نجد في شرق المدينة المنورة مئات الكيلومترات أرسل هذه القبائل لأجل أن تشغل قبائل نجد عن هدفه الأصلي والذي هو الزهاب إلى خيبر خيبر تبعد عن المدينة المنورة تقريبا 300 إلى 400 كيلومتر لا أذكر بالضبط شمال المدينة المنورة على طريق الشام منطقة خضراء بكل ما في معنى الكلمة كلها بساتين وكلها أشجار النخيل وفيها ماء كسير وفيها ثمانية حصون أو خمسة حصون هذه الحصون الخمسة المنيعة والتي بناها اليهود بطريقة عسكرية مميزة بطريقة بنائية مميزة لكي لا يقتحمها العدو فهذه الحصون أراد النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليها لمحاصرتها حتى ينزلوا على حكمه اليهود علموا في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فأرسلوا إلى بعض قبائل العرب واستنفروهم لذلك يعني طلبوا منهم أن يمدوهم أن يرسلوا إليهم جيش أو يرسلوا إليهم مدد من الرجال فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك فاتجه باتجاه هذه القبيلة وهي شرق خيبر تجه باتجاه هذه القبيلة فلما رأوا هذه القبيلة أن النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة زكية جدا والتفى ووصل إلى خيبر هناك عندما وصل إلى خيبر وعندما ظهرت له مبادي خيبر وقف وقال اللهم رب السماوات السبع وما أظلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أظلل ورب الرياح وما زرين اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها بسم الله قال بسم الله ادخلوا يعني إلى أراضي خيبر بعدما ظهرت هذا الكلام لما ظهرت ظهرت الحصون فوصل النبي عليه الصلاة والسلام بات الليلة على أطراف خيبر ولا يدري به أحد من خيبر من العدو ثم صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر وخرج يهود خيبر خرجوا إلى بساتينهم حول الحصون وهم يعملون بشكل طبيعي لا يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام والجيش قريب جدا منهم ثم بعد الفجر بعدما خرجوا وهم يذهبون إلى بساتينهم إذا بجيش المسلمين بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام يطل على الحصون مباشرة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزرين لما رأوا الجيش فروا إلى الحصون وأغلقوا الأبواب وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحصون وكانت على صفين متقابلين يعني لهم طريقة معينة وكانت هناك أنفاق بين الحصن والآخر حتى يستطيعون التحرك بين هذه الحصون بالأنفاق تحت الأرض النبي عليه الصلاة والسلام ورسوله ويحب الله ورسوله سبحان الله فالصحابة يعني كل واحد منهم تمنى أن يكون هو وإذا في اليوم التالي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب فقال هو في الخيم يا رسول الله رمدت عيناها عيون يعني عليها رمد ولا يستطيع فتح عينيه فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه فتفل في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئة صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الراية وقال اذهب إلى القوم فاعرض عليهم الإسلام قل لهم ادخلوا في الإسلام ويا دار ما دخلك شر أنتم تعلمون أنه رسول الله وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبنائكم لا تكابروا على الحق اخضعوا إلى الحق اكسبوا خيري الدنيا والآخرة إذا نزلتم على حكم رسول الله النبي لا يريد ملكا ستبقون في حصونكم ومع أهليكم وأولادكم ولا يوجد أي مشكل عند الإسلام في بقائكم هنا المهم وفي سلطانكم وفي دولتكم ولكن معاندتكم للحق وعملكم على صد ناس عن دين الله وعن الوحي الأخير هذا الذي لا نقبل به أبدا دعاهم ثم وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربات يعني خير لك من الكون كله خير من الحياة الدنيا كلها تصوروا يا أحبابنا يا إخواننا إدخال رجل في الإسلام ستأخذ هذا الأجر العظيم والعطاء الجزيل من الله عز وجل رجل واحد في الإسلام الإسلام لا يريد دماء ولا يريد قتال ولو اليهود في بني قينقاع وبني النظير وبني القريضة لو كانوا بقوا على عهدهم لكانوا إلى اليوم إلى اليوم اليهود كانوا في المدينة المنورة ما في إشكال عند المسلمين مسلمين لا يريدون سلطانا ولا يريدون حكما ولا يريدون إلا هداية الناس ولكن حينما يؤذون الدولة يؤذون الأمن العام يؤذون أمن المواطنين يوقعون الفتن بين المسلمين وينكرون ويعاندون ويحارضون هنا لا بد إذن ثم يغدرون بالعهود هنا لا بد أن يجليهم وهكذا كان اليهود في الجزيرة العربية الآن حوصروا فسيدنا علي عرض عليهم الإسلام لم يدخل أحد في الإسلام وأصروا فنزل مرحب مرحب هذا كان يعني رو يعدوا أقوى رجل في العرب وهو كان ضخم جدا 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 ضخم الجسة فدخل واشتبك مع سيدنا علي في السيف هذا كبداية للمعركة واستطاع سيدنا علي أن يقتل مرحب فانهارت معنويات اليهود تماما وهجم المسلمون على الحصن ففتحوه فتحوه ثم الثاني فتحوه ثم الثالث فتحوه بقي حصنان الآن هنا رفع اليهود كانوا كلما فتح حصن فروا من الأنفاق إلى الحصن الآخر وهكذا كان عندهم حصن كامل للأغذية للطعام يعني حتى إذا حوصروا من أي قوة يستطيعون السبات سنة كاملة في الحصون طعامهم وشرابهم وماءهم موجود في الحصون هنا نزل اليهود خيبر على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القرى أيضا قرى يهودية النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا نصر عظيم جدا 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 للإسلام استطاع أن يطهر الدولة الإسلامية وجزيرة العرب عموما من اليهود الذين ليس لهم شغل وهم إلا إقاع الفتن بين المسلمين وبين الوسنيين أجلاهم وصارت خيبر أرضا ضمت إلى الدولة الإسلامية وتوسعت هذه الدولة الإسلامية وهناك الأراضي الكثيرة جدا في خيبر وما بعد خيبر في تيماء وفدك وكذا كل أراضي خضراء النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته بعدما أجلاهم من خيبر تبعهم إلى تيماء وفدك فأجلاهم من تيماء وفدك لكن هناك عندما فتحها فدك فتحت سلما ثم أيضا تيماء فتحت استسلموا فورا يعني لم يقاوموا أبدا فلم يجليهم النبي عليه الصلاة والسلام تركهم ولكن الأراضي التي تحت أيديهم صارت الملكا للدولة الإسلامية فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يضيع ويشغل المسلمين بالزراعة وعمل الزراعة لأن المسلمين عندهم أعمال كثيرة جدا مستقبلية أعمال أهم بكثير من الزراعة أي أنسان يستطيع الزراعة أي أنسان يستطيع الصناعة ولكن هم دعاة هم تعيب عليهم حتى صنعهم دعاة وفاتحين فهنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى اليهود في أراضيهم في تيماء وما حولها وأراضي كبيرة جدا أنا زرتها أراضي رائعة جدا وتمر يعني على مد بصرك شجر التمر هناك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا مانع يبقوا في أراضيكم ولكن لكم السلس وللمسلمين السلسان وفيما بعد في زمن عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات غدروا أيضا هؤلاء وقتلوا من المسلمين فأجلاهم عمر نهائيا إلى الشام إلى درعا إلى أزرعات قريبة من درعا إلى هذه البقاع أجلاهم إلى هنالك بسبب غدرهم مرة ثانية وسالسة ورابعة هذا في دم اليهود يجري في دم اليهود عبر التاريخ كله بعدما انتهى النبي من غزوة خيبر إذا به يتفاجأ بقدوم جعفر ابن أبي طالب الذي أتى من الحبشة تذكرون الحبشة هجرة الحبشة وحواره مع النجاشي فلما علم أن المسلمين كسروا وفتحت البلاد وفتحة أراد عليه السلام مع بعض الصحابة أن يعودوا من الحبشة فعادوا بعدما بزلوا جهدهم هناك ونشروا ما نشروا من الإسلام والآن مناطق الصومال وكذا كلها في صحائف الصحابة جعفر والمهاجرين الأول هو أولئك الذين بلغوا رسالة الله إلى تلك البقاع فالنبي لما رأى جعفر كان أشبه الناس به خلقا وخلقا فقال أشبهت خلقي وخلقي لا أدري بأيهما أفرح أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر سبحان الله سيدنا جعفر من شدة فرحته صار يحجل على قدم واحدة يعني يقفز قدم وقدم النوع من أنواع الرقص في ذلك في ذلك الوقت عند العرب عندما يفرح الإنسان يرقص مرة على هذه القدم ومرة على هذه القدم من فرحته بهذه الكلمة وبرؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين